السلام عليكم عزول فلاوين مرحبا يسوين شاء الله يربي تكونوا كامل بخين تمنى تكونوا بصحة جيدة وانتم ما تشاهدوا الفيديو دعنها اليوم اذا اليوم شاء الله رح نستفتح معكم حلويات العيد جبت لكم هذه الحلوة حلوة اقتصادية وانيقة في نفس الوقت وبزه بزه بنينة يعني صدقوني حلوة ولا اروع شكلا وذوقا اذا حلوة الطبقات نعرفكم بيها تعلم عجون حلوة غنية عن اي تعريف تعرفوها كامل بطبقة الشوكولة من فوق اذا نجوزوا مع بعض نشوفوا المقادير وطريقة تحضير ونصليوا كامل ونسلموا على النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله نبدأ وعلى بركة الله في لائحة المقادير هنا نفلول عندي زبدة ميتين وخمسين جرام تاع الزبدة ولا لمغياغين تكون طارية بحرارة المطبخ كاس ناقص اسبوع تاع سكر حبيبات هنا يالكاس سعة داع ميتين ميليليتر نزيد لفاني انا راح ندير زوج هكدا ساشية تاع سكر فاني ممكن نديروا لفاني انبودغ لفاني ليكيد لي كنتوفر عندكم اربعة حبات بيض بحرارة المطبخ عندي المعجون باش ندير للطبقات بين طبقات معجون المشماش كيمية من الفارينا هنا ستمية وخمسين جرام وعندي كيس ونصف خميرة كيميائية زبدة قطعتها طريفات نزيد عليها السكر كيما قلت لكم كاس ماشي معمر و بالميزان مية وخمسين جرام تاع السكر حبيبات هنا نخدم بواسطة الباتوغ تقدروا الفويت تقدروا تخدموا بيتكم كيما حبيته انا فقط حبيت نسهل على روحي المهمة توق نخدم مليح مليح هذه الزبدة والسكر حتى يبلي الخاليات كريمي ومن بعد تبدأ نضيف البيض حبة بحبة البيض كيما قد لكم بحرارة المطبخ هنا راني نزيد في سوت ريفانية نسيت مدرتوش في اللول مع السكر يعني ما كاش مشكل دوك هكذا نخدمو مع البيض هنا ندير بالحبة وكيما نشتو البيض دايما نقصر هكذا و بالحبة باش نتفادة إلى كين حبة خاسرة دكتروني هنا نديرو البيض بالحبة بالحبة وحتوي نكمل أربعة حبات كامل ومن بعد نراكلي هكذا جوي غاكلي ليبوغ نحبط كامل هاتو الأطراف والجوانب ونبدأ نزيد في الفارينا هنا الفارينا طبعا مصيرة مقبل هنا في الأول درت زوج كيسنت على الفارينا توجوغ نفس الكاس اللي كيلت به السكر هنا نقدر ندير حتى ثلاثة على جهة دونك فولا هذا الكاس الثالث الفارينا كيلت لكم كامل مجملت على الفارينا اللي استعملتها هي 650 جرمت على الفارينا هنا ندير اللالوفيوغشيميك مازال ما كمناش الفارينا ندخل الخميرة وراء يعني قدر نسيارها مع الفارينا ميبوغ ندرتها هكذا وحدها دونك عندي كيس ونصف تاع 11 جرم احداش ولا عشرة جرمات يعني مجمل كامل تاع الخميرة عندي 17 جرم نخلط ونزيد الفارينا كيما كنت شوفوا العجينة تعي مازالها متلوقة دونك نزيد لها كاس واحد اخر دونك هنا يا كامل رانا في الكاس الرابع هنا درت خمسة كيسان وزدت حوالي ملعقة ما تتقيدوش بلا مزيق الفارينا اللي درتها دا نشوفو انتم على حساب العجينة تعكم ولازم العجينة تجي طرية يعني كيما راكوا تشوفوها هكذا تكون طرية نقدرو دوك ما تلسق طبعا في اليدين وتكون طرية هنا العجينة تعي راح نقسمها على ثلاثة ونحاول نطلها نفس القيس ولا نفس الميزان الكويرات تعي دان هنا للحلوة راح ندير حلوة الطباقات ورادوك عندي ثلاثة طباقات هنا يا فوق هم فابيه هكذا دو كويسان ولا ام بلاستيك ولا المهم اي حاجة كانت عندكم تسهل عليكم المهمة هنا لازم تحلوها فوق هم بلاستيك باش تقدرو ترفضوها عطيت لكم هنا المقاسات سبعة وعشرين على خمسة وثلاثين سنتيمتر في الطول او في العرض ولا نريد لكم السمك تحا هكذا هدا هو السمك تحا مجي رقيقة مجي خشينا محال الخميرة جي سواسوا إلا أنا راح نطيب ورقة طهي إلا ما عندكم شو ورقة طهي يطيب وقباله دوك تدهنوا سنيوة تعكم وقلبوا العجينة فوق سنيوة هنا نرفضها بها بالبابيئ نحطها قباله في سنيوة ومن بعد نشد هكذا انكوردان ولا فرشيطة ندير لها هكذا ثوقوب باش كي تطيب ما تتنفق شي دا كامل هكذا على السطح كامل ندير لها ثوقوب ومن بعد نجيب كمية من المعجون كما قد لكم أنا قدرت هنا معجون المشماش ندير كمية هكذا نكسلها كامل ونزيد حتى ونكمل كامل السطح ديالي هنا فقط ملاحظة ملاحقش الأطراف نخلي حوالي واحد سنتيمتر ملاحق لوش المعجون ونفس الطريقة كما قد لكم حلوة الطبقة يعني راح نزيد الطبقة الثانية والثالثة هكذا لشدها ونحطها يعني ديالي كاتما بالعقل نحاول نحطها سواسوا فوق خدها وننحي لبابيه كويسون هكذا باش نزيد نحل الثالثة وفوقه نحاول هكذا نغلق هكذا الأطراف هكذا نسويها كامل ملاح ومن بعد نجوز كما دلت في الطبقة الأولى ندير ثوقوب كامل هكذا كما قد لكم باش الحلوة تعنا ما تتنفخش في طياب نفس الشي توجو لا كونفيتور دونك اللي قعدة اللي كامل هكذا نكملها دائما هكذا يا نسوي لعجين برضون المعجون ديالي كامل على سطح داع العجينة ستقولي هاد الحلوة ديب زب زب نينة يعني دلتها وعاوتها وكامل عجبتهم فضل يعني طوالما كدا حلوة اقتصادية نديروها في العيد نديب زب شابا هنا كمشتو زد الطبقة الثالثة هنا ننصحكم الطبقة الثالثة ديروها شوية كبيرة على أختها دو كمشتو هنا يا طليت عليها فولا نسقمها هنا نديرها شوية كبيرة باش نغلق كامل الأطراف هكذا المعجون ما يخرج ليش في الطياب دوك هنا الكوشارة نمشعلتها على 180 درجة وهكذا نفس العملية كمشتو في الأولى والثانية فولا ندير لها هكذا توقوب هنا الكوشارة راهي وجدة مسخنتها مسبقا على 180 درجة راح نحط الحلوة تاعي طيب بمدة الطهي بين 35 إلى 40 دقيقة نحطوها في الأوسط في الوسط ونخلوها طيب طيب الماء والحلوة تاعنا راهي طابت إلاشتوها لا تحمرتش زيت وشعلوها شوية من فوق هكذا باش تاخد لون ومن بعد انجزو نطلي والحلوة تاعنا هنا اللي تزيين ندير طبقة الشوكولة هنا حطيت شوكولة على حمام مائد إذا ندرت خالط بين شوكولة سوداء وشوكولة بالحالي بزيت لها شوية حليب وخليتها فوق النار هكذا حتوين دابط هنا الحلوة تاعي راهي دافية وشوكولة راهي سخونة ونغاول هكذا باش نكسل كامل طبقة تاع الشوكولة تكون رقيقة نزيد عليها هكذا الشوكولة بيضاء لازم نكون سريعة باش هكذاك نغاول باش هكذاك ندخل هذيك الشوكولة باش يدخل هذا في هذا كي ندير هذيك الخطوط بواسطة الكوردون هكذا نروح ونجي نتحصلوا على الشكل كما نشوفوه في الميل في عين هكذا نخلي الحلوة تاعي تنشوف من بعد نقطحها أنا هنا قطعت لها الجوانب ودركك نقطع هكذا بشكل هكذا مائل كما كنت شوفوه هنا مانيش نجبد كامل الموس نخلي هكذاك داخل باش ما نخسرش الشكل تاع الشوكولة نقطع هكذا بخطوط مائلة ومن بعد ندور باش نقطحها كامل مقروطات ولا على شكل مقروط هذا هو الشكل تاع الحلوة تاعنا الشكل يعني هكذا كما ركو تشوفو يجي شكل شباب وآنيق هنا نقسم لكم حبا باش شوفو كيفاش جات الحلوة تاعنا شوفو كيفاش جات الشيشة من الداخل تبان يعني خفيفة وخامرة وجات بزاف بزاف هايلا يعني صدقوني هاد الحلوة جات رائعة شكلا وذوقا يعني تحضروها في هاد العيد ان شاء الله على ضمنتي تجيكم هايلا هنا حبيت نوري لكم فقط هات طريقة تقطع يعني قطع تحبه للمقاس اللي حبيتو ومن بعد باش يجوني كامل حبات سواسوة نحط هكذا ونقطع وهكذا كامل حبات توعي يجوني على قس واحد ولدوك الحلوة دعنا خلاص راهي جاهزة كما كنت شوفو حطيتها في صحن تقديم جا شكلها بزاف راقي والبنة ما نقول لكمش يعني صدقوني جات حلوة بزاف هايلا ولا يعني بلا ما نشكر نخلي لكم تحضروها ان شاء الله لهاد العيد انتو ما تخلوا لي تعليقاتكم وقولوا لي كيفاش جاتكم ولا الحق للنهاية على الفيديو تنهال اليوم تمنى ان شاء الله تكونوا شوفو الفيديو حتى الاخر واستفدتوا من كامل النصائح اللي قدمتها لكم باش تنشحوا في هاد الحلوة ما تبخلوش عليها باللايك والكومنتر المحفز دائما كما عاوتوني والبغتاش تعل فيديو وفي الاخير ما بقالي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه والى اللقاء اشتركوا في القناة